بكمية تصل إلى 1200 متر مكعب يومياً ولمدة عشر سنوات وقعت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي اتفاقية مع الشركة الحديثة للمصادر لتزويد مشروع تعدين النحاس في لمضيبي بالمياه المعالجة اللازمة لتشغيل المشروع كما تقوم الشركة الحديثة للمصادر على رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بلمضيبي من أجل توفير كميات إضافية من المياه المعالجة اللازمة للتعدين تعتبر هذه الاتفاقية إحدى نتائج أو مخرجات المسار السريع مبادرة في برنامج استثمر في عمان الذي حتى الآن أنجز إنجازات كبيرة في تسريع تنفيذ المشاريع القائمة على أرض الوطن واليوم هذا الإنجاز يعتبر إحدى هذه المخرجات نحن في الوقت الحالي نستخدم المياه المعالجة ثلاثيا للغرض الزراعي فقط ولكن هنا نحن اليوم لإستخدامها للغرض الصناعي في الوقت الحالي وسيستفاد منه لمنجم النحاس في المضيبي بداية ب300 متر مكعب وللوصول إلى تقريبا 1800 متر مكعب خلال العشر سنوات القادمة هذا المشروع يشكل مقار قديد في الاستدامة بمحاورها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية هو بديل عن المياه العذبة الباهضة الثمن والحفاظ عليها كمخزون استراتيجي للأجيال القادمة فالمياه المعالجة هي بديل عالمي أصبحت خاصة في مجال التعدين والمجالات الزراعية ومجالات السياحية المختلفة وسينفذ المشروع في منطقة الواشحية المجازة بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية حيث حصلت الشركة الحديثة للمصادر على تسهيلات تمويلية من بنك صحار الدولي بقيمة 19 مليون ريال عماني وثمانية ملايين ريال من مؤسسي الشركة وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع التعدين حوالي 27 مليون ريال عماني لاستخراج أكثر من 16 مليون طن من النحاس في الموقع على مدى عشر سنوات وسيسهم المشروع الذي سيفتتح في نوفمبر من العام الجاري في نمو الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنوع الاقتصادي وتوفير نحو مئتي فرصة عمل للشباب ودعم الشركات المحلية الموردة وتطوير البنية التحتية تمت دراسة القدوى على مدى عشر سنوات حيث أن هذا المشروع سوف يوفر أولا بالنسبة للتوظيف الشباب العماني حوالي 200 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى دعم مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك أيضا المساهمة في تنمية المجتمع المحلي ويعد إنتاج النحاس بلمضيبية حد مبادرات مختبرات قطاع التعدين الذي تنفذه وحدة دعم التنفيذ والمتابعة لرؤية 2040 كما أن استخدام المشروع للمياه المعالجة يعد بديلا اقتصاديا وبيئيا عن المياه العذبة وهو بذلك يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وينسجم مع التوجه الاستراتيجي لأولوية البيئة والموارد الطبيعية في الرؤية